اشتركوا في القناة 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 والخطوط ما بينهم ايه تمام تعالى بقى number three عندي cover root والcover ده جبنا له قطعة من السلك اللي هي الحرير وعملنا له بها ربط يعني ده عكنابية جبنا الكبر بقى بعد ما ده عكناب حتى من السلك لقطع ورقة سغنطوطة what happened to the paper scrap هل هو هيقدر يعمل attracted ال paper no why ليه مش هيقدر يعمل attracted عارف يا ميس ليه لانه من المواد او من الماتريال اللي هي بتعمل electrical او بتوصل طيار كهرابي طبيعي اما ال statics او الالكتروستاتيك علشان الكبر يتكون على سطحه الاكتروستاتيك اللي احنا بنتكلم عليها طول الدرس لازم يكون ايه لازم يكون unsulated لازم اعزله بمادة متوصلش للتيار ايه الكهرابي طب تعالي اكتب الكلمتين دول او الاجابة paper don't get attracted ال paper بقى مش تعمل attracted مع الroot ده to the cover ليه لازم يكون معزول لازم يكون معزول to prevent the leakage of electric charge علشان يمنع تسرب electric charge من على ايه سطح علشان يقدر يعمل لها ايه ويقدر ايه يمسكها طب questions 4 بيقول لي انا عندي material x تعال بقى سنعمل نزبط الدنيا دي question 4 بيقول material x gains negative charge when robbed with piece of material y يعني عندي قطعة من ال x اي مكانت المتر نحة عملنا لها رابض مع وين طب x كونت negative فواي اكتب هتبقى ايه positive جبنا x دي تاني كمان عملناها مع material تاني رابض كونت عندي positive يبقى المaterial z كونت عندي ايه negative يبقى احنا عندنا x دي جبنا لها مادتين مرة داتني negative ومرة داتني ايه positive HR اول سؤال بيقول لك suggested based on what you have studied the type of h of the material x and y and z توقع ممكن يكونوا ايه طبعا التوقع بتاعي هيبقى بناني على electrostatic serious انا كتبتها لكم اهو انتا ممكن تختار ايه ثلاث مواد بس بحيث ان الاكس دي مثلا لو قلنا ان الاكس دي انا هختارها ان هي تكون ايه silky مصلا اخترنا ان x تبقى silky امتى الاكس تكون عندي negative اه لما يكون حد ما حده فوقها يبقى y دي لازم تبقى واحدة من الفوق مثلا ممكن نقول y هي الوود لما جينا نعمل رابط ما بين السلك والوود طبعا السلك هيبقى negative والوود هيبقى ايه بوزدف طب عايزين بقى ان الاكس دي او السلك دي يكون عندي شو احنا بوزدف يبقى اكيد اعملو رابط مع واحد من اللي تحته مثلا الكوتون او البيبر او الابونايت اي واحدة نختار البيبر تمام نيامين دي من بقى الزت ليه عشان تكون نيجاتف لما تبقى مع مين مع السلك انا كده اخترت ثلاث مواد واختياراتي ممكن بي الكلام اللي هو بيقوله صحيح ميس ممكن اختار اي ثلاث مواد تاني اوكي اختار الجلاص والوضو السلك اختار الجلاص والليزر والسلك ابرحتك طب السؤال التاني What is expected to happen ايه المتوقع لما الماتيريال اكس Is brought close to material y اكس دي تقرب من y Before rubbing قبل ما يحصل ما بينهم ايه ما بينهم ربنج وكسب لين طبعا قبل ما يحصل ما بينهم ربنج الماتيريال اكس مش هتكون عليها اي اتراكتد ليه لانهم نيوترال احنا قلنا مدام المادة ما حصلش عليها اي اتراكتد يبقى هتكون ايه نيوترال يبقى ما يحصلش ما بينهم اي ايه اي اتراكشن تمام امتى بقى تكون عندي ايه الاكترونز او تكون عندي لتشارج لما يحصل حاجة مثلا زي مين الكنتاكت او ايه اره كوزشن 5 جبنا جسم اكس او اي مادة جبنا اكس هنا حطناه هنا تمام what is the charge of the body x طبعا اللي تشارج بتاعت البادي اكس هتتنقل عندي عندي two leaves بتوع الجولد والtwo leaves عليهم negative charge يبقى الاكس ده اخدت الشحنة دي اخدت الشحنة بتاعت اكس يبقى اكس كان عليه ايه كان عليه negative charge مس جابتها منين جابتها من هنا بص ده negative اهو بقي negative فالشحنة دي كانت هي شحنة مين شحنة اكس تمام طب number two what happened when دلوقتي انا عندي على two leaves دول او two gold leaves دول عندي شحنة charge بس negative charge بيقولي لما انا اجيب positive charge من الobjects is brought close to electroscope اقرب واحدة positive هنا ايه اللي هيحصل اه positive و negative يبقى اللي اتنين دول هيحصل لهم ايه close together هيقربوا من ايه من بعض يبقى هنكتب ان divergence of the electroscope the leaves decrease ان الجزء دم يلو هيقل طب وفي والعكس لو جبنا واحدة negative اه لا negative و negative دول مش بيحبوا بعض ابدا فالdivergence ده ايه هيزيد بس كل اللي هنكتبه يلا بنا نكتبه تمام كتبنا بقى ان الdivergence في الحالة الاولى هيحصل له decrease لانهم شبه انهم عكس بعض فيه اقربوا اما في الحالة التانية فالdivergence هيزيد لانهم شبه بعض في اللي تشارج فهيبعدوا عن ايه عن بعض تعالى بقى الجزء التاني عندنا اللي هو اسئلة مين المعاصر اول حاجة معاصر عودنا على scientific term اول حاجة اول سؤال الكلام التقيل ده ولا كلام تقيل ولا حاجة تعالى بالراحة عندي مواد المواد دي electric charge accumulated يعني شحنات كهربائية بتتراكم او بتقعد على السطح بتاحها امتى اللي وزي الالامونيو اسمهم ايه بقى اسمهم conductive material اسمهم ايه conductive يعني مواد موصلة للكهربا conductive material المواد الموصلة للكهربا العادية اللي هي electric current اللي هي الكهربا اللي عندنا في البيت اما الدرس كله بيحكي او بيتكلم عن الالكترو static number two the process of charging to uncharged object by rubbing ده اول definition كان عندنا في الدرس والمس قالت ان ده definition مهم وهو عبارة عن charging by rubbing اسمه ايه charging by rubbing الشحن عن طريق ايه rub او عن طريق friction charging by rubbing او by friction ان انا يكون عندي قطعتين او جسمين ما يكونش عليهم اي charge اي شحنة neutral اجي اعمل لهم rubbing او اعمل لهم دعك في بعض تكون على دي شحنة بوكوزطف وتتكون على التانية شحنة ايه negative charge number three the charge formed on the object that loses اللي بيفقد بقى زي الالكترون اسمه ايه positive charge positive charge اما يمس اللي بيكتسب اللي هو السؤال اللي بعده على طول فهو ايه negative charge بس كده احنا جاوبنا سؤالينا three وفور negative charge تعال بقى questions five the accumulated charge شحنات بتتراكم on the surface of object when they lose or gain electrons وده definition مهم جدا وده definition static electricity الكهرباء الساكنة static electricity او الالكترو static اللي اتنين بنفس المينج static electricity number six the measuring unit of electric charge قلنا باسم العالم اللي هو اكتشف number seven the order of material according to the business of losing electrons يعني ترتيب المواد طبقا لسهولة ان هي تفقد الالكترون طبعا دي اللي مست لسه كتباها اللي هي السيريس ايه الالكترو static serious او السلسلة او ترتيب المواد طبقا لسهولة فقدها لمين للالكترون اسمها ايه الاكترو static serious number eight subatomic particles which are deflected towards the negative يعني هي راحة ناحية النيجاتف اكيد هي بوزيتف طب مين السب اتوميك بوزيتف اصلا مين هم السب اتوميك اللي هم البروتون والالكترون طب مين فيهم بيحمل شو احنا نيجاتف بوزيتف علشان يروح يعمل ديفليكت او يتحرك ناحية النيجاتف اكيد يمس هم مين البروتون number nine دي زي المنطقة بتحت المغناطيس اسمها ايه electric field المجال الكهرابي electric field المنطقة بقى اللي بيظهر فيها تأثير الشحن ايه الكهرباء ايه number ten imaginary line او عتقول energy level لا كمل السؤال بقى بقى عندنا اتنين imaginary lines اللي اتنين اللي اتنين صح number eleven number eleven a device used to determine if an object it is electrically charged and the type of charge on them طبعا كهذا اللي شفنا في الفيديو اللي اسمه ايه عملية شاحن عن طريق uncharged الجسمين غير مشحنين عن طريق another charge شحنة تانية عن طريق contact او عن طريق الملامسة ودي اسمها charging by contact يبقى انت عندك نوعين من التشارج charging by contact عندك التشارج عن طريق contact الملامسة وعندك التشارج عن طريق مين الربنج اللي هو التعريف بتاعه كالنمبر two بروسس تشارج باي رابنج يبقى ده اسمه تشارج باي رابنج اما ده بقى لأ البروسس دي بيبقى عبارة عن ايه الكونتكت فاسمها تشارج تمام تعالى بقى ندخل على تشوز من المواد الموصلة للكهربا طبعا اكيد يامس ميتال نيل من المواد اللي متوصلة او بتوصل الالكتري كوندكتور او اقدر اقول عليها كوندكتف يامس او يامس هي المواد اللي عايز يحصل لها هي المواد اللي عايز يبقى على صدح مادة عزلة عشان تكون عندي شحنات الكتروستاتيكية نمبر نمبر دو يعني كلهم مش بيوصلوا مع دا واحدة طبعا الكربون هم الوحيد فيهم الـ او اقدر اقول عليه مادة او اقول عليه كوندكتف ماتريا نمبر ثري انا عندي الروت عملنا له ده مع قطعة من القماش كون على سطحه نيجاتف تشارج طبعا هو كون على سطحه نيجاتف يبقى القطعة القماش هي اللي كانت بوزيطيف وهي اللي اديته الالكترونز يبقى الالكترونز هتتنقل من البوزيطيف لمين للنيجاتف يبقى الاجابة عندك ايه نمبر بي اه اتنقل تها السهم عندي الترانسفير من البوزيطيف لمين للنيجاتف اللي بعدها الكلام الكتير ده بيقول ان انا جبت مادتين مختلفتين عملت لهم ربض مع السلك السلك اللي هو من الحرير تمام جبنا مادتين دعتناهم بقطعة من الحرير بيقول لي يعني خليت واحدة فريق علقتها والتانية جبتها جنبها اي واحدة فيهم يعني يعني غير صحيح طب لو هما الاتنين مش هينفع ليه يعني بيقول انا عايز الاتنين يعني الاتنين عن بعض لانهم بيكونوا لو انا جبت الاتنين ابو نايت ودعكتهم بقطعة من السلك فهم الاتنين هيكونوا عندي نفس الشحنة اللي هي نيجاتيف ونيجاتيف فيحصل ما بينهم ايه ريبوليوجين اهو دي بتبعد لفوق نفس الفكرة عندي في الجلاص لو جيت الجلاص عملتله رابد مع السلك فهيكون عندي بوزيتف فالاتنين بيبعدوا اهو دي بتتحرك لفوق طب تعالى للاتنين دول اللي اتنين دول حصل ما بينهم اتراكشن اهو اللي اتنين دول بينجزبوا البعض مين فيهم غير صحيحة تعالى اقول لك انا مين فيهم غير صحيحة اللي غير صحيحة دي ليه هقولك لان انا لو جيت جبت الجلاص والابو نايت مع السلك الجلاص عندي هيكون ايه شحنة بوزتف مع السلك والابو نايك هيكون عندي الشارج تكون نيجاتف الشارج فلما اجي اقربهم هيحصل ايه هيحصل ما بينهم بوزتف وي نيجاتف يبقى يحصل ما بينهم اتراكشن طب يا ميس ما هما مختلفين ما ممكن يحصل ما بينهم اتراكشن وود و جلاص طب تعالى كده نشوف لما نجي نجيب قطعة من الوود مع السلك هيكون ايه الوود هيكون بوزتف طب و لما نجيب قطعة من الجلاص مع السلك هتكون ايه بوزتف ايه رأيك الاتنين مع السلك هيدوك بوزتف هل يحصل ما بينهم اتراكشن لا يبقى الاجابة دي هي ايه الانكوريكت فهمتوها يارب تكون وصدت نمبر فايف كده يعني لازم لازم تكون حافظ السرياس او الالكتروستاتيك سرياس اللي المس مش بمبطلة كتابتها النهاردة يعني شايفين اغلب الاسئلة بتعتمد على انك انت تكون ايه حافظها طب هو عايز يخلي مادة بقى بيدور على مادة جين الالكترون جين الالكترون يعني تكون عندي جين الالكترون يبقى تبقى تحت الول من تحت الول من الاسفل منه يا اما كتن يا بيبر يا ابونايت تعال ندور كتن بيبر ابونايت اهو البيبر موجودة تمام يبقى الاجابة عندي نمبر 5 من دي طب نمبر 6 يعني بتسبقه قبله انز الاكترستاتيك سرياس اكسبت طب تعال نشوف الكتن فين الكتن ادي الكتن كلهم بيسبقوه يعني قبليه فوق معادة مين البيبر والابونايت تعال ندور على البيبر والابونايت اهو الابونايت يبقى الاجابة نمبر ايه نمبر 7 خد بالك الكاربون جود كوندكتور الالكتريسيتي يبقى مهما عملتله ربض مع اي حاجة سلك او او كوتن او لازم يبقى انسيوليد عشان يكون عند ايه الكترستاتيك الاميس هو الكاربون رود هو مش معزول او الاميس ما تعمله انسيوليد وتعزله على طول باي مادة تكون غير موصلة للكهربا هيكون على سطحه مباشرة عندي ايه الكترستاتيك نمبر ايت ابلون هانجت باي نايلون سترينج يعني جبت بالونة كده تمام وعلقتها بخيط من النايلون كمان ريبلز ريبلز يعني تنافرت او تباعدت عن ابونايت يعني جبت رود من ابونايت او او وحطته جنبها حصل ايه حصل ان في هنا قوة كان اسمها ريبليوجن او التنافر او التباعد امتى يكون عندي قوة تكون عندي قوة التنافر لما يكون الاتنين دولار عندهم نفس الاشارة او نفس الصين او نفس يعني لو كان هما الاتنين بوزيتف او هما الاتنين ايه نيجاتف طب اهو بيقول لي كاريز الاوبونايت كاريز تشارج اوبزيت لا لو اوبزيت هيبقى يحصل ما بينهم اتراكشن كاريز السيم تشارج ايه انا بدور ايه يبقى هو عنده نفس مين عنده نفس اللي تشارج اول ما يكون عنده نفس اللي تشارج خلاص كده ايه الدنيا هتتبعد ما بينهم ما بين ايه بعضهم يعني قبل وبعد ما يحصل ما بينهم ايه احتكاك تمام جبنا اتنين اي نوع خطين من البلاستيك وعملنا لهم ربض بقطعة قماش قبل وبعد بيقول لي الافتر بعد ما عملنا لهم قطعة القماش ايه الشحنة بتاعتهم وكمان عايز الفورس هلا اتراكشن ولا رابليوشن طب دي كانت بيفور ودي كانت افتر طب بيفور كانوا قريبين من بعض وبيفور كانوا قريبين من بعض افتر كانوا بعض طب ليه كانوا بعض لانهم ياميس اكيد كونوا نفس نفس وهم نفس المادة فهيكون هنا مثلا بوزيتف وهنا بوزيتف فيحصل ما بينهم ايه اه يبقى هما الاتنين عندهم نفس وحصل ما بينهم تباعد حصل ما بينهم ايه ريبليوشن يبقى الاجابة ديفرنت وايه وربيليوشن يبقى الاجابة نمبر ايه نمبر سوري ديفرنت ازاي وانت حط بوزيتف ووزيتف يبقى عندهم وكمان ايه ريبليوشن تمام لو كان ديفرنت يولاد كان حصل ما بينهم ايه اتراكشن نمبر تن قيمة الالكتريك تشارج is measured by a device بيسمى كولومتر نمبر 11 الآبز فجر is illustrate the passage of sub اتوم بارتكال between two plates of an electric field what is the particles x من x x d اللي لا هي بوزيتف ولا لا هي نيكتف اما الهي مين اللي هي neutrons اللي هي يميس neutro متعدلة لا هي بوزيتف يميس ولا هي نكتف نمبر 12 all the following describes the electric field line except كلهم بشرحوا الخطوط بتاعت الكهرباء معادة واحدة هم imaginary don't be entrate metallic مش بيخترقوا السطح are intersected no ما بيحصلش ما بينهم ابدا ايه intersected او تقالع ما بينهم وبين ايه بعضهم number 13 which of the following figures show electric field lines between two electric charge طب تعال نفهمها واحدة واحدة دي positive فالمفروض ان دي خارج منها charge فدي عندي اجابة صحيحة طب تعال نشوف دول هنا positive فالمفروض يخرج منها اللي charge اهو خارج منها اما دي positive positive بيخرج يروح عند negative ماينفعش يخرج من positive لبوزيتف وبعدين ما تنفعش تعال نشوف دي positive خارج منها ورايح لل negative المفروض ال points دي او الاسهم دي تبقى دخلة كده تمام بص تبقى ايه دخلة لل negative وليس خارج منها فماينفعش برضو دي بقى دي negative ماينفعش يخرج منها السهم المفروض ايه يدخل اليها الوحيدة اللي هي بتعبر عندي تعبير صحيح هي number ايه number ايه number 14 the opposite figure show point x located near a negative charge يعني دي negative charged ball which of the following expressed the direction of the electric field at point x ايكس هتعمل ايه مدام عندها شوحنة negative اكيد يا ميس هي ايه كانت اديتها الشوحنة ايه البوزطف اللي عندها فالاجابة هتبقى اننا طالع من عند ايكس رايح عند مين ال negative دي اللي هي ايه الاجابة دي طب number 15 which of the following figure shows the direction of the electric field lines تعال اقول لك دي negative ما ينفحش يخرج منها كده يبقى دي اجابة غلط دي positive ما ينفحش يدخل لها فاجابة غلط دي بقى اجابة positive بقى طالع من ال positive داخل على ال negative دي معايا تعال نشوف دي ما ينفحش تخرج من negative لل positive ده العكس تطلع من positive لل negative فدي مش معايا فالاجابة عندي ايه هي number 16 which of the following occurs when a glass root is robbed with a piece of silk خد بالك ال glass هو كان اول واحد عندك في serious تمام يبقى اكيد هو positive وال wood او silk هيبقى هو مين negative اكيد الشحنة هتبدأ من positive لل negative يبقى السؤال الاجابة دي اجابة صحيحة ان هي هتخرج عندي من positive اللي هو الغلاس لمين لل negative اللي هو السجد number 17 what is the charge of electroscope show in the opposite figure positive negative neutral unknown طبعا انا عندي الورقة او ال two leaves عندي بتوع ال gold متحركوش من مكانهم تمام متحركوش ايه من مكانهم انا ما عنديش اي شحنة يبقى الشحنة هنا ايه number 18 if a road of ابونايت is brought close to disk of an electroscope charged with a certain charge and the divergence of the leaves decrease يعني تاني جبنا حتة ابونايت قربناها هنا من الدسك ده حصل ان الورقتين دول ال divergence اللي ما كان بينهم قل يبقى ده معنى ايه معنى ان ابونايت ده حامل شحنة او carries a charge opposite للشحنة اللي هنا تمام يبقى الروت ده بتاع الابونايت this charge is not a charge with the same لا a charge with a opposite to the electroscope تمام يبقى number 18 number d number 19 to determine the type of charge شان تحدد نوع الشحنة on an object it was brought close to disk of charged electroscope so the angles between the leaves increased بتزيد امتى لما يكون حامل نفس الشحنة which of the following can be the electrical charge of each of the object and electroscope respectively طبعا مدام leaves او الورقة او ال angles زادت يبقى هما اللي جنين نفس من نفس الشحنة يبقى يبقى positive a وبص يبقى الاجابة number a number b number 20 اخر سؤال عندنا الجهاز الاجابة او نفس الشحنة الاكتروسكوب وانا بص الاجابة لذر ربدا with wool طب تعال نشوف اللذر ده فوق تمام والوول تحت يبقى اللذر ده positive والوول ده ايه نيجاتف تمام with wool is brought close to the its disk تاني احنا عندنا الجهاز بتاعنا ده تمام الجهاز ده اللي هو الالكتروسكوب في ورقتين هنا الورقتين دول هو بيقولك انهم بيحملوا negative charge تعال نحط عليهم كده negative charge تمام جبنا leather وعملنا رابط مع مين مع wool يبقى leather positive والو بيجي negative احنا قربنا مين الالكتروسكوب وانا بيس قربنا leather قربنا مين leather يبقى جبنا positive charge ايه اللي هيحصل لهنا اه ده ال 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 انا عايزة ادور على حاجة تقولي انهم هيقربوا من بحض او ال diversions ايه decrease ليه لان ده positive وده negative فهيحصل ايه attractions فهيحصل انهم هيقربوا ايه من بحض تمام طب question 3 يعني انا عندي الالكترسكوب اللي احنا بنتكلم عني وعندي الورقتين بتوع معمول لهم diverge at angle x مع angle x يعني ما بينهم كده ال angles اللي ما بينهم دي x and a certain root جينا قربنا منه root انا معرفوش لغاية دلوقتي من الالكترسكوب تعالى نختار the angle between the leaves remain x هتفضل زي ما هي ما تتحركش امتى بقى اه لما ايه لما الرود ما يكونش مشحون لما الرود اللي انا جيت قربته ده ما يكونش مشحون هم الاتنين هيفضل بنفس الانجل مش هيتحركوا من مكانهم يبقى الاجابة one بمين بسري طب امتى الانجل دي هيحصل لها greater than وتبعد اه لما يكونوا يمس بنفس الاشارة او بنفس الصين لما تيجي تقراها هتلاقاها بنفس النوع طب number three the angle هيحصل لها للزان امتى لما يكونوا عكس بعض علشان يقربوا من بعض يبقى هتلاقيها اجابة number number two the charge with the charge of the the electroscope the charge تمام طب كده بقى نخلنا في complete number one iron and it is un electrically conductive conductive او conducting conducting يعني بتوصل كويس لمين للكه الكهرباء while glass is un electrically ايه conducting non conducting دي conducting يبدي ايه non conducting number two weak electric charge الشحنات الضعيفة are measured by بنقسها بالcolumn meter والmeasuring unit بتاعتها بنفس الاسم بس بحوش كلمة a meter column مشي تمام number two if one material is rubbed with another the material that higher in the electrostatic series is charged with positive على طول اللي فوق بتبقى positive while the other material is charged with negative number four in electrostatic series نقط and nقط besides science cleasers number number five when both silk and paper are rubbed with a piece of cotton جبنا silk و paper دعكناهم بحتة من القطن طبعا السلك هيكون عندي positive charge وال paper هيكون negative number six when a piece of silk is rubbed with a piece of full electron transfer طبعا الالكترون هتتنقل عندي من positive لل negative تمام طب من positive عندي silk ومن negative number seven a life application of the attraction between the opposite electric charge is عندي اتنين بيكونوا عكس بعض وده تطبيق حياتي اللي هي الرش بتاعت البوية او بتاعت اللي انا بعمل بها ايه اه بدهم بها المعادن اللي اسمها electrostatic plating number eight in electrostatic plating the paint spray is charged with دايما بيتشحن بايه المادة اللي هي طلعة منها بتتشحن ب positive و المعدن بيتشحن بال negative is sprayed on the object to be painted which is charged with بيتشحن بال a بال negative يبقى الدهان او البوية دي اللي بتبقى جوه المادة بتبقى positive اما المعدن بيبقى a negative charge number nine object can be charged with static electric charge عن طريق حكتين وده تعارفين اللي charging by rubbing والcharging by a contact يبقى rubbing او fraction والتانية a contact number ten electric force lines start from طبعا بتبدأ من positive تروح عندي تنتهي فين في negative HR number eleven the electroscope consists of metal disc glass container وعندي cover root وكمان and the two gold leaves ورقتين من الدهب number twelve if the leaves of an electroscope don't diverge مش هتتحرك من مكانها when an object touch its disk then this indicates that the object مال مدام متحركتش يبقى الجسم ده and charge غير مشحون خالص and charge number fourteen number fourteen in a lightening road system ماشي its lower end is fixed in بيتثبت فين الإضاءة أو عمود الإضاءة ده بيتثبت في ground علشان يفرز أو يعمل this charge اللي شو حنا بتحته and its upper end بيحصل لها a and b pointed والpointed دي دي بتاخد charge علشان تفرغها فين في ground آخر سؤال عندنا اللي هو question five صح وغلط وبإذن الله هيبقى الجزء التاني باقي الأسئلة number one metal object can be charged with static electric charge when the charged part is insulated بيقول لي المعادل ممكن تكون على صبحها static لما بقي ايه أعمل لها insulated طبعا it's right number two when an uncharged object made of an insulated material is rubbed with a suitable material an electric charge is formed only on the rubbed part بيقول لي لما يكون عندي جسمين غير مشحونين والجسمين دول unsulated يبقى أنا عزلتهم يبقى هيكونوا على سطحهم electrostatic بيقول لي كمان وجيت عملت لهم ربط بمادة معينة أو مادة مناسبة أنهم يكونوا منها شحنات الالكترك charge هتتكون بس على الجزء الربط أيوه هتتكون بس على الجزء اللي أنا عملت له rubbing أو اللي أنا ايه دعكته أو اللي أنا عملت معه fraction number three number three بيقول column formulated the inverse square law وده كان في الجزء اللي عند صورة scientist column وده كان بيقولك أن column أو قانون column column ممكن نقول عليه the inverse square law اه القانون هو نفس القانون اسمه column law أو the inverse square law وده كان معناه إن أنا لو أنا عندي شحنتين two charge الشحنتين دولة كل ما القوة بتاعتهم بتزيد آآ المسافة اللي ما بينهم بيحصل لها دي كريزيس أو لما المسافة ما بين two blades مثلا تقل تقل القوة بتاعتهم بايه بتكبر ده معنى inverse square law إن شاء الله لما تكبر شوية هتاخد الجزء ده بالايه بالتفصيل المهم أنك انت تعرف أن column's law أو قانون column بيسمى the inverse square law فهدي إجابة إيه it's right number four the charge on rubbed object varies depending on the type of the rubbing material طبعا الشحنات اللي بتتكون على سطح الأجسام بتاعتمد على نوع الحاجة اللي انت عامل بها إيه rubbed number five but silk and wood acquire the same electric charge when each of them is rubbed separately with synthetic leather اللي بيقول لك يعني لو أنا جبت قطعة من السلك وقطعة من الود عملت لهم ربط مع جزء من الليزر هل الاتنين بيكونوا the same electric charge أكيد لا يميس ليه لأن الليزر اللي فوقيه يميس هو مين الود فالود هيبقى positive أما يميس السلك فهو بعد الليزر فهيكون عندي negative charge فمش هيكونوا نفس ايه نفس الشحنة طب إحنا عايزين نعمل لها بقى correction يبقى بدل same هتبقى ايه question six when synthetic leather is rubbed with a piece of silk خد بالك الليزر والسلك الليزر الأول وبعد كده مين السلك الليزر بقى silk loses electron هل السلك هو اللي هيفقد electrons no ليه ده هيكتسب ده هيبقى negative وده هيبقى positive يبقى الإجابة wrong ممكن تكتب هنا بقى بدل السلك هتبقى ايه laser laser هو اللي هيفقد ايه electron اللي بعدها number أو ممكن بدل loses نكتب ايه نكتب gains يعني براحتك number seven بتقول افريلي suspended ابونايت suspended يعني جبنا قضيب أو قطعة من الابونايت اه ركبناها كده فده اسمها suspended يعني ايه سايبينها الدور براحتها بقى is rubled from a glass وجبنا قطعة من الجلاس جنبيها فحصل ما بينهم rebel أو حصل ما بينهم تنافر تمام افتر ايج اوفز زيم is rubbed with a piece of a of wool يعني جبنا وول وعملناها مع الجلاس وعملناها مع الإبونايت هلا يحصل ما بينهم rebel لا ياميس ليه لكين لو حصل ما بينهم rebel يوبى الإبونايت والجلاس كونه نفس الشحنة وهم يميس لو عملناهم رابلنج مع الول لا يميس ده هيكون نيجاتف ويه الجلاس هيكون بوزوتف فيحصل ما بينهم اتراكتد بس هدي كل القصة يبقى هنا هيحصل اتراكتد وهنا الإجابة اتس اي اتس رونج نمبر ايد هل الالكترون نيوترال اتشارج نو هم الالكترون ايه نيجاتف هم المين النيوترال النيوترون نيجاتف اتشارج السؤال نمبر ناين الالكترق فورس لينز ار امزناني لين اندونت انترسكت طبعا اتس رائد نمبر تن زالايتنينج رود سيستم از يوزد تو تدرميل زماغنيتود اف زالكترق اتشارج ايه ابيتك طبعا يميس اللي بيعمل كده عمره ما كانت اللايتنينج رود اللي موجودة في الشارع عندنا اما المين اللي بيعملي او بيحدد عندي قيمة الالكتريك تشارج ايه و لما بيحصل عنده او يقرب ليه اي حاجة مشحونة الورقتين دول ايه بيبعده نمبر سيرتين المسافة ما بينهم قلت لا طبعا غلط طبعا اكيد طبعا مدم قلت يبقى ده ايه نمبر فورتين طبعا الاجابة ديه ايه وبكده بقى بريب وان نكون خلصنا اول جزء عندنا في حل اسئلة لسل نمبر وان من يونت نمبر تو لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عندنا في القناة استنونا في الجزء التاني لان شاء الله خلال الاسبوع ده هيبقى عندك الجزء التاني للدرس الاول من الحل بتاعه وكمان باذن الله هيبقى عندك شرح الدرس التاني من يونت نمبر تو على القناة اكسبكم في رعاية الله باي باي مع السلامة